صعود بتعم القرف وبطلع الروح بتلت تعادلات اتنين لتنين مع مزمبيك وغانا والرأس الاخضر المنتخب المصري في دور ستاشر كتاني للمجموعة بتلت نقط وحاجة كده بتفكرنا بسيناريو ببرتغال في يورو عالفين وستاشر مع الفارق ان برتغال صعدت احسن توالد ولكن هنا مصري صعدت كتاني للمجموعة نتكلم في كل حاجة على المنتخب المصري هنتكلم عن روي فيتوريا واختيارات روي فيتوريا وتبدلات روي فيتوريا وتكتيك روي فيتوريا واللاعبين وهنتكلم طبعا عن الجزء بتاع محمد صلاح اللي حصل مبارح وكل حاجة هنتكلم عنها من تخب المصري في حلقتي النهاردة فهنا نخش فيها حاجة انزل اعمل لايك للمرة شوف نعمل اشتراف القناة في القناة على الجرس عشان الحلقات اهوت الكان تجي لك اول ما تنزل على طول. ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا بك اهلا جاية في حلقة جديدة من اهوت الكان وحالة النهاردة نتكلم على مطش مصر والرأس الاخضر وبشكل خصوص يعني يعني اتبع حلقة نوعا ما كاش في حساب لمنطقة مصر على الدور المجموعات اللي انا ساعدنا منه في المركز التاني بتلات نقط من تلات عدلات بشكل انفس بتجيب جون وبعد كده بهم بيجيبوا جون الرأس الاخضر وقت كانت بتتعادل في بداية الشوت وبتقعد الشوت كله مش عارة تجيب جون التاني فبتجيب الجون التاني في الوقت البدل الضايع وبتحتفل وبتجيب جون وبتقعد عدشرته الدينة جميلة والفار بيمنعك وبعد كده ترجع الفار والفار يحسبها وكل حاجة وبعد كده بتلبس جون تاني. فاخطاء دفاعية واخطاء من حراسة المرمة عجيبة وغريبة جدا. انا مش فاهم. عندي كام سؤال كده لريف توري. كام سؤال كده حلوين. اول سؤال. مرونة عاطية. شفت مرونة عاطية النهاردة? اتفرجت على مرونة عاطية زي ما انا كنا بنطالب من اول البطولة. شفت الفرق ما بين مرونة عاطية ومحمد النيني. لعب جاهز زهنيا. جاهز بدنيا. جاهز فنيا. اللعب واخد جوه المباريات. واخد اجواء البطولات. واخد اجواء الملعب. لعب بيلعب بشكل اساسي مع النادي الاهلي. فبالتالي لما دي بالنسبة له. تمام. ليه? لان هو واخد على المباريات. واخد على التحامات المباريات. واخد على ضغط المباريات. ولكن محمد اني ما بيلعبش في ارسنل غير كل تلات اربع سنين ماتش. ما بيلعبش في ارسنل غير كل سنتين تلاتة ماتش. فانت بالتالي بالتأكيد لما تجيبه من ارسنل من دكة ارسنل ومن تلاجة ارسنل تقول له انزل يلعب اساسي مع انتخب مصر في بطولة افريقيا. اكيد مش هتديك. وكمان بتلعب في ماركة الستة فاكيد مش هتديك. مرنة اعطيها النهاردة نجمع من نجوم اللقاء. اتمنى الريف في توريا يكون الفرع على الماتش زي هنا. طيب دي حاجة. الحاجة التانية. ايه ده الماتش اللي فات? في اه ماتش غانا. بدأت نهية الماتش بطريقة اربعة اربعة اتنين. محمد فتحي. وامام في نص الملعب. ولقبت في التلت الامامي. مصطفى فتحي مين? تلس جيش مال? ومرموش ومصطفى محمد كاتنين مهاجمين. وساعتها قديت شوت تاني تاريخي. وعملت شوت تاني مميز. وكل قال لك المنتخب المصري. جي البطولة وحضر البطولة وبدأ البطولة من الشوت التاني من المباراة غانا. تمام? تمام. للنهاردة رجعت للاربعة تلاتة تلاتة تاني. خصوصا ان انت نازل قدام راسل اخدر. رسلت المغراء سبع لعيبة من الاساسيين. وانت نازل عايز تكسب الماتش. لا بديل عنك عن الفوز. لان ما تحطش نفسك في حسابات ان انا ممكن اتعادل فان احط تانية غنى ومزنبيك يتعادلوا. فان اصعد تاني او ممكن انا اخسر وغنى ومزنبيك يتعادلوا فاسعب برضو. لا انت ليت حط نفسك في الحزبة دي. انت تنزل المباراة تضغط وتلتحم وتضغط تضغط تضغط لحد ما يجيب جول. لحد ما توصل للملعب. حد لما توصل الفوز. لكن انت نقلت اربعة تلاتة تلاتة بنفس الشكل ولكن مع تغيير العناصر نوعا ما كنت كويس. نوعا ما كنت ماسك كورة ولكن بتلبس جون غريب عجيب في اخر الشوت الاول. انت بالمناسبة انت او كنت مستحوز على الكورة وماسك كورة وبتنقل كتير. وابتحاول تخلق فرص. ولكن منتخب رأس الاخدر كان مقفل جدا. كان عامل زوند فنس كويس جدا. عامل زوند فنس كورة فتوح خارجة برا الملعب. كورة زيزو خارجة برا الملعب. وشتت مرموش. بس. ده الشوت الاول. اه انت كنت ماسك كورة. اه انت كنت ماسك كورة. اه كنت مستحوز. ولكن لبس جون في غفلة. غفلة من المدافعين وصراحان غريب. انا مش فهمه. انا مش فهمه. سواء من احمد حجازي. او محمد عبد المنعم. من اول البطولة. انت في ماتش بزمبيك. سرحت دي اتين تلاتة لبست جونين. ماتش غانا سرحت كم سانية لبست جون في شوت الاول. وفي شهر التاني بعد ما جبت برضو جون التعادل ويلا وينا وبتاع لبست جون. رحت لابس الجون التاني في ماتش غانا بعد ما جبت جون التعادل. بسبب برضو سرحانة دفاع. جيت النهاردة عامل شوت مميز. عامل شوت كويس. مش قولك مميز. عامل شوت كويس. بتحاول اه تغير من الافكار ديته كنت بتلعبها الماتشات اللي فاتت. وكان شكلك كويس في الماتش. ولكن برضو السرحان زي ما قلتلك. يعني ايه? مهاجم. مهاجم. قدام السيرت باك اللي هو احمد حجازي. حاجة من الاتنين. يا اما تفضل في ظاهره ما تخلوش يلف. يا اما لو لفه تضغط. يعني ايه? تفضل في ظاهره ما تخلوش يلف اصلا. يا اما لو لف تضغط. لكن حجازي في سرحان غريب باداء غريب من اول البطولة اللاعب بيستلم براحته وبيلف براحته وبيحط بشماله وجون واحد صفر راس لاغدر. بعد ما قدت انت بتجري. بتجري. ورا الماتش وبتجري ورا النتيجة عايز تجيب جون عشان تبقى واحد صفر ويتبقى متقدم في اللقاء وتخلو راس لاغدر يا ليه تجي راس لاغدر ايلي تجي راس لانتيجة مش انت لا تجي راس نتيجة تلبس جون في هنهات الشوت بتخرج شكل الاول 1-0. تجي جير التاني لازم تغير القطة ولازم تغير الطريقة ولازم تغير كل الكلام ده. ناشي. بدل شريط تاني نزلت محمد حمدي بدل فتوح ونزلت بدل حمدي فتحي. محمد حمدي بدل فتوح انت خرجت الفتوح لاني فتوح بدنيا وقع وفنيا وقع مع انه تبتدى يخش في جواه المطش وابتدى يفوق نوعا ما شوية ولكن انت وقعته بسبب ان انت ملعبتوش المطشين اللي فاتوا حتى ما نزلتوش بضع بعض دقائق. لأ انت لغيته تماما. فبالتالي اللائب بالنسبة له خلاص انا لقبت شوط لقيت خمسة واربعين ديئة فمستوى البدني قل فطريت ان تنزل محمد حمدي شريط تاني. طيب تريس جينا من نزل اربعة اربعة اتنين اللي انت نهيت بيها مطش غانا وخد شكلك كويس جدا 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 جدا. وبعد الاربعة اربعة اتنين اللي رجعت فيها في المطش النهاردة ولقبت بمراوان وامام الاتنين في النص الملعب كان شكلك افضل يا شريط تاني. حتى لما بدأت الشوت بحيمية البدايات ويلا نرجع في المطش ويلا نجيب الجن التعادل ويلا نلعب مبارك ويسا ده اللي حصل. ووصلت. ولعبت كورنر واحجازي عمل اسست عالمي. لتريس جيه ما تطلعش من المدافع يعني. اتبهب وش للرجل كده لتريس جيه تريس جيه على طول ما استناش. حطها بشماله التعادل لمدة خمسة. وبعد التعادل انا توقعت ان انت خلاص انت تعادلت في المطش هتكمل ضغط هتدوس اكتر هتحاول اكتر تجيب التاني. ولكن روي فيتوريا مدرب جابان. جابان. ودي بانت من مطش غانا. مش بانا من النهاردة لأ. دي بانا من مطش غانا اللي فات. انت كمدرب مدرب جابان. يعني تبه مثلا اه متعادل مع غانا. وتنزل موران عطيه من عدكة عشان تقفل الدنيا في نص الملعة بتخرج بالتعادل. وانت اصلا متعادل المطش الاول. والنهاردة بعد ما جبت الجن التعادل يعني ايه ترجع في نص ملعبك وتدف فرصة اللي راصل اخدر لها تتاخد نفسها ولا تنسك عليك كرة ولا تصل لمرمضك ولا تحاول تهدف وتحاول تهددك بسبب ومرتدات او حتى بالكرة في رجليها. يعني ايه? وفضلت الحديد ديها حاجة وتسعين. حاجة ديها تنين وتسعين. لما جبت جون بادات فردية. الفكرة ان المنتخب المصري ما عندوش انماط متدرب عليها. ما فيش نمط محدد محطوط من روي فيتوريا سواء على المستقى الدفاعي او على المستقى الحجومي. مفيش انماط. انت كل اللي بيحصل ارتجال. ارتجال من تريزيجيه. ارتجال من مرموش. ارتجال من مصطفى محمد. ارتجال من زيزو. ارتجال من صلاح قبل ما يتصاب. كل ده ارتجالات ارتجالات ارتجالات. مفيش انماط محددة. مفيش حاجة معينة لمصر بتلعب عليها. وده بالنسبة لي سيء. انت روي كايروي فيتوريا. قبل بتورة افريقيا. انت كان ليك شكل. وكان ليك طريقة. وكان ليك حاجة بتحاول تعملها. سواء في الوديات او في تصفيات كاس العالم او تصفيات افريقيا او حتى في مطش الودي اللي انت تقبته من تلات اربع شهور قبل كاس العالم اه مع بلجيك قدمته مطش كبير وقدمته ممارة كبيرة وكان ليك شكل. كان ليك شكل سواء على مستوى الدفاعي او شكل على مستوى التحولات الهجومية. ولكن انت في بنبداية بطولة افريقيا وانت مفيش اي شكل. انت ارتجال 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 بس. مش اي انماط. مش اي شكل منتخب. ولا شكل بسع ولا شكل هجومي. فبالتالي دي علامة استفهام كبيرة. في علامات استفهام كبيرة قوي على منتخب مصر. سواء على طريطة ريفوتوريا اللي انت مش مش فاهم هو بيلعب ايه او ايه خطته. اه اه علامة استفهام كبيرة جدا على صناعي البني الدفاع محمد عبدالمنعم وإحمد عجازي ولو ان عبدالمنعم النهاردة عمل اداء النوع عماية كويس. واني كان حجازي وعب منعم بيسرحه كتير جدا. واداهم سيء جدا جدا جدا. الحامد هاني النهاردة قد ماتش كويس عام عمر كمال. علامة استفهام الاكبر. اه محمد صلاح. طيب. انا مبارح. اتكلمت كتير على سوشيال ميديا. وعلى الفيسبوك. واتكلمت على مشكلة محمد صلاح. مش اقول لك بالتفصيل. ولكن من وجهة نظر. انت قائد منتخب مصر. انت يا محمد صلاح. قائد منتخب مصر. ما ينفعش تحت اي ظرف من الظروف ان انت تمشي من المعسكر وتسيب اللعيبة وتروح تتعالج وترجع. اصلي معلش? احنا مش في حاجزي خماسي. ولا احنا في في نادي درجة تانية. فيالله يا شباب انا هروح اتعالج. ولما ان شاء الله بازن الله تمشي في البطولة شوية. هبقى ارجع بقى لما لما بقى كويس. محدش يعرف اه صلاح عنده ايه? متصاب اصابته ايه? محدش اعلن. وانا اللي فرقبول اعلنت. وحتى ببيان بتاع متخب متاع اتحاد الكورة. ما كانش مميز. ما كان يعني ما كانش ايه بقى لك شد في العضلة الخلفية وعشرة ايام وهيرجع. رغم عباسة النهاردة تلاحى على سوشيال ميديا كتب لك لقى البيان ده كان خاطئ. ومحمد صلاح اصابته هتقعد من واحد وعشرين يوم لتمانية وعشرين يوم. يبقى كده مش شد. يبقى كده مش شد. محمد صلاح كان في المدرجات النهاردة عمالي اتنطط. فهاللعب عنده مزء او شد هيقدر اتنطط? هنا السؤال. طيب هتقول لي ايه تفسيرك? مش يقول لك غروب. مش يقول لك محمد صلاح هرب من المسئولية ولا محمد صلاح اا مش مصاب. صلاح مصاب. ماشي. ماشي هافضل ورق من صلاح محمد صلاح مصاب. وهيمشي النهاردة بعدها ماتش كبير دي. بعدها ماتش خالص. هيروح انجلترا يتعالج. ويه اه لو 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 حصلنا فاينل يعني لها الفاينل هيرجع على المنطقة. طيب انا وجهة نظري. خلاص يا محمد انت قررت ان انت تسيب المعسكر. وتمشي. وتروح انجلترا. لان كدفار ما فاشل الاجهزة الحديثة جدا جدا اللي تخليك ترجع بسرعة. فانا همشي من منتخب واروح آآ انجلترا. عشان آآ هتاهل كويس جدا. وارجع لك ان شاء الله لما تلعف عينيك. اما يقول نظري. لو ربنا اراد. ولو اني مش متأكد بالادال اللي انا بفرج عليه دوان. مش متأكد. اه انت بوقع ان يكون سكتك للسيمة فاينل نوعا ما سلكة هتلعب تكون ديمقراطية وفريم السهل. ولو عدته هتلعب غنيا لاستوئية وفريم السهل وقادينا شفنا النهار دك الدفار بتيديها اربعة في ملعبها عادي. مفيش حد سهل في البطولة دي. فممكن توصل سيمة فاينل عادي جدا. ولكن لو وصلت سيمة فاينل او فاينل. سلاح ما لعبش. سلاح ما يرجعش. افضل هناك. ترجع ليش? انا مش عايزك. انا واحد من الناس مش عايز صلاح يلعب معي فاينل. اصلي الرجالة ديا سببها لعب كانوا مصطفى فتحي او زيزو يفضلوا ينحارب قلبهم ماتش في دور الستاشر وماتش في دور التمانية وماتش في في السيمة فاينل. واجي لانت يا صلاح عجاز في الفاينل. هرجعت من الاصابة يا ولاد. اركن يا مصطفى. اركن يا زيزو. انزل يا محابك. محمد هيكسبك معرفش. محمد هيخسرك برضو معرفش. اتخب مصر مش بتحد. اتخب مصر مش طبونة. اتحاد الكرة اتحاد ضعيف. اتحاد فاشل. اخر موقف شفته الاتحاد الكرة صارم ووقفه ضهر المدرب بتاع منتخب مصر كان في الفين وستة مع ميدو لما تخاني مع حسن شحاتة. و الفين وعشرة مع حسن شحاتة لما ما استدعاش ميدو وكرر ان ياخد جده. دي الموقفين اللي شفتهم فيهم قوى من اتحاد الكرة. ولكن انت النهاردة محمد صلاح رجبك. بيمشي لات ما هو عاوز ويرجع ما هو عاوز ويمشي المنتخب على مزاجه على كيف. دي مش بتاع حد. متخب مصر مش بتاع حد. ولا بتاع صلاح ولا بتاع مرموش ولا بتاع تريزيجيه ولا بتاع مصطفى ولا بتاع الجن الازرق. متخب مصر بتاع مصر. متخب مصر ملك المصر. ما تقوليش بقى صلاح والرجالة مفيش. صلاح هيخرج برا المعسكر ما يرجعش المعسكر تاني. تحت اي ظرف من الظروف. ومحمد صلاح لو مشي وراح وتعالج ولعب دقيقة واحدة مع ليفر بول مش يقولك دي واحدة لو نزل دقيقة واحدة تدريب جماعي مع ليفر بول دون يبقى وصم تعار على منتخب مصر ووصم تعار على اتحاد الكرة ان لو محمد صلاح رجع يلبس شيرت منتخب مصر تاني مش قولك يصحب شارة. لا ما يلعبش بتشيرت منتخب مصر تاني. لان اللي عمل محمد صلاح واللي بيعمل محمد صلاح غريب. ما شفتوش من قائد منتخب في حياتي. ولا ربي ولا افريقي ولا اين كان. صلاح لو خرج من المعسكر غير غير مرحب به من تاني مع منتخب مصر ده اللي قولت مبارح عالسوشيال ميديا. منتخب مصر ساعد لدور الستاشر وقدرين بإذن الله هنوصل بقيد البطولة بس انا عندي حاجة عايز افهمها. وعايز تفسير. روي فيتوريا. هيفضل بناءة الشكل ده للمنشطات الجاية. اصلا لو يفضل بناءة الشكل ده خلاص بنخل من دور الستاشر والريح. ده مش اداء بطل. ده مش اداء فريق. لو اللبس في السنغال او اللبس في المغرب يقدر يعدي. بصلاحه. اتمنى في دور الستاشر تلعب بالاربعة اربعة اتنين بتاعتك. ابدأ بزيزه يمين تريزي جاشمال مرموش مصطفى محمد ويلا بينا ومروانه ويمان في النص الملعب ويلعب. ويلعب بنفس شكيل فتوح ومحمد هاني والرجالة. وان شاء الله قادرين. ان شاء الله نقدر. عادي. صلاح تصب? صلاح ماشي? يمشي. مصر بتقفش على حد. انت خب مصر ما بيقفش على حد. اللعبة اللي موجودة رجالة. وهتوصل. وزي ما عملت ماتش كويس النهاردة. ولولا سوق الحظ وسوق التوفيق. وريف فيتوريا كنت هتكسب. وصعدت دور الستاشر. قادر على تخطي دور الستاشر. وقادر عليها تروح بيقيدل في البطولة. العب برجولة. العب برجولة. احنا اصلاد افراكيا. العب برجولة. اتمنى ريف فيتوريا يركز. اتمنى ريف فيتوريا يفتح معنا شوية لان ده مش ريف فيتوريا اللي شفت قبل البطولة. خالص. اتمنى يرجع تاني ويفوق معنا. وراف الاخر تجاريش اخص واحد. هو رأي انا في براد مصر الراسة اخضر رأي في موضوع محمد صلاح. واتمنى في المرشدة الجاية نتحسن اكتر. ان يباشر لنا افضل. ونحاول نوصل لبعيد في البطولة. فلا او في الاخر تكراري شخص انا انا. قد رأيك انت في الكومينس. لا حلقة بتقول رأيك كمان وتوقعات اكال مصر قادر لا تصلي بقيت في بطولة والا اخيرنا دور السبتاشر والتور او دور التمانية ونروح. قد رأيك في الكومينس. ولو حلقة كبيرة الستاشر اعمال لايك. لو مرة تشاهدنا مشترا في القناة على الجرس. مش حالة ان تجي لك حلقة اهو تجي لك او ما تنزل على طول. وتمنع على سوشيال متاعتي فيسبوك وانستجرام تحت. وعمل شراء على فيسبوك. الى تويتر على تويتر. كان معاكم مصطفى. شوفكم الحلقة الجاية. سلام.